السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة اليوم جد مهمة للمبتدئين سنرى فيها طريقة زراعة البذور في البيت وسنتناول الموضوع من كل جوانبه بداية بنوع التربة المناسب لزراعة البذور مرورا باختيار الحوض أو الأسس المستعمل لزراعة البذور كيف نعامل البذرة لنسهل ونسرع الإنتاج أو الإنبات طريقة الغرس ووضع البذرة وطرق تسهيل الإنبات ومعلومات وأسرار قد لا تجدها في قناة زراعية أخرى قناة بذرة ترحب بكم بداية سنرى بعض النباتات التي زرعنا بالبذرة هذه طماطم أخذت البذور من حبة الطماطم نفسها وزرعتها هذا ورد عنب خص كيوي أيضا من الثمراء نفسها ريحان ورأينا الطريقة بالتفصيل في فيديو سابق وهذه النتيجة إذن الزراعة بالبذرة قد تكون صعبة على البعض لكنها صراحة جد ممتعة أول نصيحة هي الالتزام بمواعيد الزراعة فلا يعقل أن نزرع نوار الشمس في الشتاء مثلا مواعيد الزراعة تكون في علب البذور وتجدها إما حسب الفصول أو حسب الأشهر كما هو الحال هنا لبذور الريحان فيمكننا زراعتها أشهر ثلاثة أربعة خمسة ستة عموما يمكنك التأكد والاستشارة قبل الزراعة لتسهيل وتسريع الإنبات ننقع البذور في محلول مكون من بيروكسيد الهيدروجين مع الماء ننقع البذور لمدة 24 ساعة نتركها حتى تجف في الظل ونزرعه بهذا سيكون الإنبات أسرع هذا أصدقائي هو بيروكسيد الهيدروجين أو ماء الأكسجين وهو مهم جدا في الزراعة المنزلية سأشرح لكم بالتفصيل طرق استعماله فقط كونوا في المتابعة التربة البذور لا تنجح في كل أنواع التربة وبالأخص بذور نباتات الزينة فهي تحتاج لتربة خاصة لا تربة أو يمكنك استعمال البتموس مع البيرلايت بمقدار 3 بتموس و1 بيرلايت المهم أصدقائي أن تكون تربة زراعية خفيفة ومعقمة ونظيفة صينية زراعة البذور أيضا مهمة فهي رخيصة الثمن وموجودة بأحجام متنوعة إذا لم تتمكن من الحصول عليها استعمل مثل هذه الكؤوس أو أي شيء آخر المهم لا تنسى إحداث ثقوب في الأتفل لتصريف ماء الرأي الزائد وصلنا الآن لطريقة زراعة البذور البذور تتتنوع في أشكالها وأحجامها وسمكها وصلابتها مثلا بذور الخروب أو السدر أو الباركنسونيا وهذه التي بين يدي الآن هي لشجرة الأرغان قلنا هذه البذور كبيرة الحجم وغلافها قاسي زرعها مباشرة صعب لذلك لا بد من خدش غلاف البذرة باستعمال سكين أو مقس أو أي شيء حاد حتى نسمح للماء بالدخول لجنين البذرة فقط نحرص ألا نلحق الضرر بالجنين المانجو من البذور الكبيرة الحجم أيضا نفتح الغلاف الخارجي ونستخرج النواة ثم نزرعها ورأينا في فيديو سابق زراعة بذور السدر كيف استعملنا مطرقة وكيف استخرجنا بذرتين تكون بداخل النواة وهو الفيديو الذي تشاهدون منه هذه اللقطات متابعين الكرام زراعة البذور لا تكون في التربة فقط بل يمكننا إنباتها في مناديل ورقية مبللة كما تشاهدون الآن لبدور الخرب نضعها في منديل مبلل نغلق العلبة وندعها في مكان بعيد عن الشمس المباشرة ونتفقد الرطوبة تقريبا كل ثلاثة أو أربعة أيام إذا لاحظت أن المنديل جف نرشه بالماء وبعد شهر تقريبا سنجد أن البذور أنبتت بعد ذلك نزرع تلك النموات في التربة لتبدأ رحلة نموها نحو شجرة خروب مثمرة الآن سنتحدث عن البذور الصغيرة الحجم مثل البذور النعنا والخص والثوم المعمر على سبيل المثال هذه البذور لا تحتاج تقريبا لأي معاملة قبل الزراعة يكفي أن نزرعها مباشرة في تربة معقمة وتلاحظون الآن أني أزرع بذور الخص لكن قبل ذلك رتبت التربة جيدا وتلاحظون أني أضع في كل كأس بذرتين فقط حتى نضمن على الأقل إن بات بذرة واحدة آلة البذر أيضا تسهل علينا عملية نثر وتوزيع البذور إذن البذور الصغيرة الحجم بصفة عامة وبعد نثرها فوق التربة يكفي أن نغطيها فقط بالقليل من التربة وهناك بذور صغيرة جدا ودقيقة لا تحتاج لتغطيتها تذكر جيدا التربة سقيناها ورويناها قبل وضع البذور ووضعنا فقط طبقة خفيفة فوق البذرة يمكننا ترطيب تلك الطبقة الخفيفة التي أضفنا فقط بالبخاخ أو الرشاش حتى نضمن بقاء البذرة في مكانها ونتجنب إنجرافها وهنا أصدقائي سنرى نتيجة زراعة البذور أو بذور الخص فقط بعد يومين لأن بذور الخص سريعة الإنبات كما تشاهدون تقريبا نسبة الإنبات مئة في المئة لأنه وكما تلاحظون كل كأس نجد فيه بذرتين قد نجحت وتذكرتم أننا وضعنا في كل كأس بذرتين نعود الآن للبذور الأكبر حجما ونأخذ على سبيل المثال بذور نوار الشمس هناك من يسأل هل نضع البذرة أفقيا أم عموديا أم مائلة وأنا أقول لكم ارمي البذرة بهذه الطريقة واتركها في نفس الوضعية التي سقطت فيها البذرة التي طولها سنتيمتر واحد نضعها بعمق جوج سنتيمتر البذرة التي طولها ثلاثة سنتيمتر نضعها بعمق ستة سنتيمتر يعني كل بذرة نزرعها بعمق ضعف حجمها الترب دائما نرطبها قبل وضع البذرة إذن هذه قاعدة بعد الانتهاء من وضع البذور يمكنك تغطيتها بالسلفة مثلا لتوفير الدفء وأغلب البذور تحتاج للدفء كي تنبت أما إذا توفر عندك بيت زاجي أو بيت بلاستيك فهذا أفضل بالنسبة للطماطم والخيار والبادنجان والفلفل فهي تحتاج للجو الدافئ حتى تنبت في حين البقدونس والكزبرة والخص والملفوف تحتاج للطقس والجو البارد كي يتم الإنتاج والإنبات بعد الانتهاء من وضع البذور نضعها في مكان قوي الإضاءة ولا نعطي الفرصة للتربة كي تجف هنا يقع الكثير من المبتدئين في الخطأ تذكر جيدا الري يكون من الأسفل وليس على سطح التربة غمرا بالماء الماء طبعا سيدخل من الفتحات التي توجد في الأسفل سواء زرعنا في هذه الكؤوس أو زرعنا في صينية الزرع مباشرة بعد ظهور البادرات الصغيرة وبداية الإنبات نزيل السلوفان الذي غطينا به الإناء ونبدأ في التعريض تدريجيا للشمس تلاحظون هنا بذور الخص بعد إنباتها وتركها في الضل النتيجة استطالة غريبة وعجيبة لساق النبتة وأفرعها إذن ننصحكم بالتعريض تدريجيا للشمس مباشرة بعد الإنبات وظهور البادرات أما تركها في الشمس بصفة كلية فلا يكون إلا عند ظهور الأوراق الحقيقية قبل زراعة البدور أصدقائي يجب أن نعرف هل تزرع مباشرة في مكانها النهائي أم تزرع في صواني الزرع ثم ثنقل بعد ذلك وهذه نقطة جدا مهمة البدور متابعين الكرام نحصل عليها بشرائها أو باستخراجها من الثمرات والأزهار تلاحظون الآن كيف نستخرج بذور الأوركيد من ظهرة الأوركيد بعد جفافها بذور صفراء صغيرة الحجم هذه أيضا بذور البادنجان إذ سخرجناها من ثمرة البادنجان نفس الشيء نقوم به للطماطم والفلفل والليمون والعنب والتمر والمشمش وأغلب الثمار مشاهدين الكرام ما هو الموضوع الذي تودون أن نتحدث عنه في الفيديو القادم أكتب رغبتك وأتأكد أن بذرة ستستجيب لها إذن أصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو والذي كان بعنوان طرق إنبات البذور أتمنى أن تكون الاستفادة قد عمت الجميع وشكرا لوفائكم إلى اللقاء